تشهد مدينة سامره بمحافظة صلاح الدين استقراراً أمنياً ملحوظاً لكن حجم الخناق على المدينة أمراً أثار حفيظة المواطنين حيث طالب العديد منهم بفتح الطرق المغلقة سيما أن أجهزة الأمن أقبلت على غلق أحد الطرق الاستراتيجية في المدينة مؤخراً نحن عنها كثيرة ومساتي عنها كثيرة يعني أسرح حالياً نروح مثلاً على أهلنا ألا نلتف اللوفة كاملة ونصر إلى أهلنا وكذلك للطبيب كذلك أسرح جيت للطبيب ألا لا نقدر نفوت من هنا لن نفوت من لغادي على الطريق يعني حالياً يعني نلق الطرق يا أخي والله العظيم ملينا تعبنا يعني إشقد ما تصور الإنسان تعب من هاي القضية وهي وكانت دعايا التخابية وأنت تدري ما حاجة بعد يعني كل فترة الانتخابات سدوا الشوارع ومن صارت الانتخابات وانتهت ظلت على حطتها والمواطن واقع بيها مراقبون للشأن الأمني أكدوا إن المدينة تشهد استقرارنا الأمنياً ملحوظاً داعينا في الوقت ذاته إلى تفعيل الجهد الاستخباري بدلاً من إغلاق الطرق التي باتت عبئاً آخراً عن المواطنين يعني اليوم المواطن هو بيته بصف الصبات يفتر كيلو أو كيلوين حتى يرجع يطبل البيت العيادات مشكلة العيادات المريض ما يقدر يرجع زينا اليوم يدعون إنه سامراء آمنة زينا من سامراء آمنة والقوات الأمنية متواجدة بيها يعني ماكو حل غير هاي اللي الصبات يسدون بيها والنوب جابوا إنه بمكان ما كانت صباتها سيجايب إنه أكوان من النفاية تسدون بيها الشوارع يعني مظهر للمدينة حتى مظهر ما حد يعتني بيها لا قوات أمنية ولا غيرها طبعا من العجيب اليوم نشوف أنه المسؤولين الموجودين في سامراء سكوت تامعا حول ما يدور من موضوع سدة الطرق قبل الانتخابات كانت هناك لافتات تحمل أسماءهم وصورهم على الشفالات والكرينات قاموا بفتح الشوارع بعد الانتخابات ومرور فترة معينة وبعد المصادق على الانتخابات البرلمان نجد إن الشوارع ترجع تسد بالأزبال والأوصاخ وبراميل الرمل يبدو أن موسم الانتخابات كان خير وسيلة لاستغلال المواطنين في مدينة سامراء حيث أن أقبل العديد من المرشحين على تبني مشروع فتح الطرق في المدينة لكن الأهالي يتفاجأون بعودة إغلاق تلك الطرق وكأن المصادقة على أسماء الفائزين أنستهم همم والمواطنين من سامراء محمد سامراء قناة التغيير